منصة كوين بايس قرروا يوقفون التعامل والاستعمال بيو اس دي العملة المستقرة لمنصة باينانس وهي ممكن تأثر بطرق متعددة على سوق فخليح تشيركم شنو تفاصيل الحرب هاي بين كوين بايس و باينانس و الفاصل رأي القناة منصة إيفس بأنواع الأسهم والمؤشرات العالمية والعملات والكريبتو للتداول وممكن الآن تستفاد من عرض فتح حساب بإداء فقط 50 دولار قبل كان 250 دولار الفرق ما راح يكون عندك مدير حسابات بس تستفاد من بقية الخدمات بالمنصة الرابط بالدسكريبشن الاشتراك والمعلومات الإضافية إذا خلينا نتكلم باختصار شنو القصة عدنا منصتين مركزية باينانس اللي هي الأولى بالعالم والمنصة الثانية هي بالترتيب الثاني اللي هي منصة كوين بايس الأمريكية باينانس عندهم عملة مستقرة نسويها بالشراكة مع شركة باكس سوزن أمريكية اسمها بيو اس دي وكوين بايس عندهم عملة مستقرة اسمها يو اس دي سي طبعا اللي ما يعرف العملات مستقرة شنه هي ستيبل كوين نسموها ودائما سعرها دولار ما تتغير نستفاد منها لما نبيع غير كريبتو حتى نحول يعني حتى ما نحول النقد وندفع مصاري في هواية لذلك نرجع ونشتري بالستيبل كوين المهم قبل اسبوع تقريبا السي سي 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 سكورتي نكسشنج كوميشن هيئة مراقبة الأوراق المالية الامريكية قرروا يقاضون شركة باكس سوزن الذي تسدور بيو اس دي عملة بايس ويقولون هاي سيكوريتي ومصر بعض يطلعون عملات من العدو باكس سوزن قرروا يفكون الشراكة في بايناس حتى ما يتعرضون المشاكل طبعا عني شخصيا ما اعرف شنه مبال السكورتي نكسشنج كوميشن غير انه يريدون يحاربون العملات الرقمية بشكل عام بأي شكل لأن العملات المستقرة ستستفاد من عداء يعني دائما تسعرها دولار لا تصعد ولا تنزل طبعا المفروض لانه صارت قبل انهارت مثل ما صارت بالعملة الخارج مال تيرالونا المهم باكسوس و باينانس يقولون مهما كانت قرارات لأس اي سي احنا عدنا دعم دائم للعملة للسنين القادمة اللي عدهم واللي يريدون يحولوها احنا يعني عدنا مخزون يدعمها واحد الى واحد بالدولار يعني ما اكو مشكلة يعني بالنسبة للي عدهم بيو اس دي بس البارحة منصة كوين بيس قالوا راح يسعون دي لستنج للعملة مال بيو اس دي يعني يوقفون التعامل بها وهذا غريب لانه السبب عدهم يقولون انه ما تطابق ضابطنا زين اذا ما تطابق ضابطكم ليش حطيتوها بالاساس هلستذكرتوا طبعا عندي كوين بيس ومراحبها لانه اجورهم كبيرة جدا جدا ويستغلون المستثمرين لانه هي شركة امريكية مسجلة ومسموها بامريكا بس مهم قرروا يطلعون عملت بيو اس دي وما اتصار بسبب ضابطهم بس بسببين ممكن يعني يخافون يلتفل اس اسي عليهم يقولون نحنا منعناها ليش تستعملوا منصتكم بسبب ثاني حتى يحاربون بايناس منافستهم الاولى ولا هم كلش بعيدين عن بايناس يعني ما اكو احد منصة قريبة من بايناس حاجمها حالي ضخم جدا زين سيركل الشركة اللي تصدر عملة كوين بيس بالشراكة يعني مع كوين بيس اليو اس دي سي قبل ايام مديرهم هاجم الاس اي سي ويقولون لهم يعني يقولون لهم انه مو منحقهم يطلعون قوانين العملات الرقبية خاصة العملات المستقرة زين انتم منا تقولون الاس اي سي غلط وما يحق لهم منا يقولون منا تقولون يعني احنا نسمع كلامهم شوية غريبة هذا الموضوع مزعج بصراحة للأسواق اللي اكو عدة سيناريوهات اولا تأثر على باينانس شوية ولاحظنا سعر بي ام بي نزل وراها ثانيا بالنسبة اللي يعدهم بيو اس دي هاي ايضا المزعجة لانه مريدون يستعملون يمكن العملة مع الكوين بيس يو اس دي سي شي سوون يروحون على يو اس دي تي اللي ايضا بيها مشاكل زين سيناريو اخر ممكن يحصل هو انه باينانس ترجع وتجاوب الكوين بيس يقولون تعرفون شنو احنا مراجعنا القوانين الداخلية ويو اس دي سي ما لدكم عملة كوين بيس ما تطابق قوانينة خلاص ما نريد باقيها باينانس هالحالة عدنا عملتين ضخمة مستقرة راح تواجه مشاكل والناس يعني ممكن تتجه الى يو اس دي تي العملة اللي رغم انه هي ثالثة بالقيمة السوقية بس اكو هواية اسئلة عليها ويعني اذا صدق قدهم خزيني دعم الكمية الهائلة الموجودة لان كل يوم يقولون شي مختلف وتكلمت عنها بحلقة سابقة يعني اذا صار عدنا فقط خيار اليو اس دي تي كعملة مستقرة ستيبل كوين اللي عليها جدل كبير هي وصار عليها شي شي يصير بالاسواق سيناريا مخيف جدا بصراحة بس ايضا ما عد خيال يعني السيزي يسوي هيتش مشاكل حاليا ويؤثر على السوق يعني يمنع اليو اس دي سي ويسوي موضوع شخصي ضد براين آمسترونج مدير كوين بيس لانه يؤثر على السوق كله وغير جيد للبيزنس فما هيتش تقولون ابدأ الان تداول العملات الرقمية مع ايفست وحصل على تدريب احترافية بونس ترحيبية حساب ديمو مجانية توصيات وتحليلات عالية الدقة ايفست الارقام تحسم